عايز أقول لكل شعب الرب أنت مش بتقلل من قيمة نفسك لما بتسعى أنك تكون تلميس أو عتفكر نفسك قائد أو خادم كبير ما ينفعش تكون تلميس لا يمكن أن تكون قائد معتمد في مملكة الله إلا وأنت تلميس حقيقي التلميس الحقيقي مش فقط له غيره كمان عنده جرأة عنده محبة معلنة عنده صفات الناس شايفاها ده مختلف يا ما خدام كتير لكن التلميس هو قاعد في أي حتة ما عنده مش مشغولية غير سيده يركب تاكس يتكلم مع الرجع عن المسيح يركب قطر يسيب رسالة عن المسيح كل اللي على قلبه هو أنا مش تابع لحد ثاني غيره أنا ما عنديش غيره أنا يهمني كل الناس تعرف أنا تابع مين يعني لو واحد أنا حكالي واحد عجبني فكرته بيقول كان هو مخلص كلية التربية وصفروا إنجلترا عشان ياخد يعني دراسات وكان أيام عندنا الرئيس حسني مبارك كان رئيس استقبل الدفعة دي وهي جاية من المطار بيهنيها وبيكرمها فبيقول أول مرة احنا كنا نشوف في تلفزيون الرئيس لكن أول مرة نقعد معه مواجهة فهو كان قاعد عينيه بترائب هيقول إيه هيتكلم إيه ده ده رئيس أردي منتظر إيه اللي هيقوله لنا إيه تعليقاته إيه مدى رضا إيه عايز يقولنا إيه أوه التلميذ كده سيدي هيقول علي إيه ففي كل قاعدة قاعد الشاعر بحضوره التلميذ الحقيقي المسيح معه في كل حد اشتركوا في القناة